الخبر اللي جاي بقى هو خبر يعني جماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي والعظمة اللي بتعملها دايما في كل المناسبات وفي كل المباريات وفي كل البطولات جمهور النادي الاهلي اللي ظهر في مباراة الاسماعيلي بنبارك للنادي الاهلي على مباراة الاسماعيلي فوس كبير 3-1 مباراة كبيرة أداء فني رائع 3 أهداف في فريق كبير زل إسماعيل مع مدير فني محترم لكن جمهور النادي الأهلي بيكون دايماً حاضر من اللحظة الأولى للحظة الأخيرة في المباراة أيضاً جمهور النادي الأهلي في الكنغو مع رجال اليد اللي قدروا يحصدوا بطولة أفريقيا للهندبول رجال وأيضاً تواجد جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي اللي ظهر بقى في اللقطة الحلوة بالأمس في مباراة كرة السلة الأهلي أمام الاتحاد السكندار ولما بنتكلم عن الأهلي والاتحاد السكنداري في السلة يعني بنتكلم عن فرقتين كبار بنتكلم عن مباراة ممتعة لما بنتكلم عن الجيل الزهب للنادي الأهلي وإحنا بنستمتع في الوقت الحالي بفريق كرة القدم لا يقل الكلام أهمية أيضاً عن فريق السلة النادي الأهلي عمل فريق سلة محترم جداً سواء من جهاز فني جسد بوش أو أيضاً لعب النادي الأهلي مباراة تباعت مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكنداري مباراة من أحلى مباريات كرة السلة اللي جمعت من الأهلي والاتحاد مباراة كان فيها ندية بشكل كبير جداً طبعاً النادي الأهلي كان متسايد المباراة من أول ديئة لآخر ديئة وكان الفرق دايماً للنادي الأهلي لكن جمهور النادي الأهلي اللي إحنا شايفينه دام حضراتكو مباراة عمل ملحمة كبيرة جداً 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 تشجيع من أول ديئة لآخر ديئة تشجيع لدرجة أن يجسد بوش بعد المباراة لما بيسألوه عن المباراة وعن الفنيات قال لهم لا أنتوا الأول يشكروا جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي اللي كان معانا في المباراة وفي كل مباراة البطولة لحظة بلحظة لكن مباراة كان عمل تفاعل بشكل كبير مباراة كانت لوحة فنية حلوة جمهور النادي الأهلي ودائماً أنا هنا براهن على جمهور النادي الأهلي وتواجده في الخليج الناس اللي كانت بتتكلم عن الشعبية ومين اللي شعبية في الخليج لا تعالى النهاردة لما تتكلم عن الشعبية شوف جمهور النادي الأهلي شوف جمهور النادي الأهلي في السعودية في مباراة السور الأفريقي وهتشوفها في كأس العالم للأندية القادمة وأيضاً شوفها في الدوحة وخلي بالكم مش غريب على ربطة جمهور النادي الاهلي في الدوحة لا كاس العلم للانديا اللي كان في قطر برضو رسم وقتها لحة فنية عظيمة وكان اللعيم رقم واحد اللي قدر النادي الاهلي وقتها يحصد المدينة البرونزية بكرة عندنا مباراة مهمة أمام جمعية سلة المغربية مباراة مهمة مباراة صعبة هتكون الساعة ستة ونص إن شاء الله بتوقيت القاهرة جمهور النادي الاهلي بكرة هيكون متواجد ويكون متواجد بشكل أكبر وبعداد كبيرة ومتأكدين من غير أي مناشدة من غير ما نقول لهم هم عارفين المسؤولية اللي عليهم تعالوا نسمع بعض تعالوا نسمع بعض تشجيع وهتاف جمهور النادي الاهلي بارح اللي كان موجود في المباراة جمهوري يحرك للحجر علشان كده أنا وقفت هنا شوية عند جمهور النادي الاهلي خلال الفترة السابقة زي بقول لحضراتكم سواء مع النادي الاهلي في مباراة سان جورج سواء في السوبر الأفريقية حتى وانت بتخسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية في الدوري العام في مباراة الافتتاحية لمطور الدورة طال أفريقيا وأيضا كمان في الكنغو في اليد والنهاردة في السلة بالأمس وهنشوف في كأس العالم للأندية القادمة إن شاء الله لتكون في شهر ديسمبر في السعودية أيضا هتلاقي تواجد جماهير كبير لجمهور النادي الاهلي